حذر مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI من حملة تضليل إلكترونية أشنها عملاء روسيا والصين بهدف بث الشكوك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هذا العام واصفت وحدة متخصصة بمكافحة التأثير الأجنبي في الجهاز الحملة الروسية بالأكثر علانية من تلك الصينية مضيفة بأنها تركز على تضخيم القضايا التي يناقشها الأمريكيون عبر الفضاء الرقمي عوضا عن خلق مواضيع جديدة حسب ال FBI فإن عملاء الصين منخرطون في أسالي بالتأثير التي عادة ما تتبعها روسيا وتقوم على بث الفتنة بين الأمريكيين وشار الجهاز إلى إغلاق فيسبوك أخيرا لحسابات صينية بثت دعايات تسخر من الرئيس جو بايدن والسانتر الجمهوري ماركو روبيو وحذر الجهاز من أن إيران تبدو مستعدة أيضا لاستغلال أي قضايا تشكك بنزاهة الانتخابات وللطلاع على مسجدات هذا الموضوع وآخر التطورات والمسجدات في العاصمة الأمريكية واشنطن ينضم إلينا مراسل الحرة من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي من وزارة الخارجية ميشيل غندور ومن البنتاجون وفاء إجباعي مرحبا بكم أبدأ معك عبد الرحمن في أجواء الانتخابات هذه ما الجديد وهل من تفاصيل أكثر حول هذا التحذير من الـ FBI؟ نعم محمد هذا التحذير يأتي ببعض الأخبار التي تم تداولها عبر منصات الرقمية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وأنها تعتبر أخبار عادية المكتب التحقيقات الفيدرالي قال لا يوجد أي تهديد لنظام الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد أي تهديد على أن يذهب الناخبين بسلام للإدلاب أصواتهم وإنما تريد دول مثل روسيا والصين وإيران لزرع الانقسام بين الأمريكيين بنشر أخبار كاذبة ولذلك ناشد مكتب التحقيقات الفيدرالي المجتمع الأمريكي بأن لا ينساق إلى هذه الأخبار الكاذبة أيضا نحن على بعد تقريبا ستة أسابيع من يوم الانتخاب الحاسم الانتخابات النصفية التي ستشهد هذا العام كما نعلم انتخاب 435 عضوا في مجلس النواب وحوالي 36 عضوا في مجلس الشيخ و36 عضوا أيضا على حكام الولايات الإنفاق هناك إنفاق غير طبيعي على الحملات الانتخابية حتى هذه اللحظة تم إنفاق حوالي ستة وأربعة من عشرة مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر هذا المبلغ أو يستمر في الارتفاع ليصل إلى تسعة وسبعة من عشرة مليار دولار وهذا بحسب آدل امباكت وهي مؤسسة غير حزبية تسعى فقط لعمل هذه الإحصاءات ما الجديد في الخارجية الأمريكية ميشيل نعم محمد الوزير بلينكين يتابع جولته التي تشمل كولومبيا وتشيلي والبيرو لبحث مسألة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي القارة الأمريكية بشكل ناعم ولعقد اجتماعاتنا أيضا لدول أمريكا اللاتينية في الأيام المقبلة واجتماع وزاري حول الهجرة من ناحية أخرى نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمن التقت اليوم في مقر الخارجية أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الذي يزور العاصمة الأمريكية منذ أيام وهذه هي الزيارة الأولى لكبير مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 2017 الشيخ صرح للحرة بعد اللقاء أوضح أنه طلب من الولايات المتحدة التدخل مع إسرائيل لوضع حد لعمليات التصعيد التي تقوم بها وبالتالي وقف قتل إسرائيل لحل الدولتين وأشار إلى أنه طلب مساعدات اقتصادية ومالية للسلطة الفلسطينية من ناحية نائب المتحدث فيدانت باتيل تحدث عن عدة قضايا اليوم أولا فيما يتعلق بإيران نفى أن تكون الولايات المتحدة قد دفعت لإيران أي أموال مقابل إخراج مواطن أمريكي أو سماح لمواطن أمريكي بالخروج من إيران وإخراج نجلي من السجن لمدة أسبوع كما أيضا أكد أن مسألة إخراج عائلات مسؤولين كبار إيرانيين يقيمون في الولايات المتحدة هو أمر قانوني وليس أمرا سياسيا وذلك ردا على قمعهم للمظاهرات تحدث أيضا عن الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل أشار إلى أن هوكستين يتابع جهوده بغية التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة وأشار إلى أن هذه القضية أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية وأشاد بالأجواء الإيجابية للفريقين وأوضح أن هذا الحل والاتفاق قد يؤدي إلى استقرار اقتصادي وأمني للبلدين وتحدث أيضا عن إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الشمالية واعتبر الأمر غير مقبول وفا ما الجديد في البنتاجون نعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن عقد مباحثات هاتفية منفصلة مع ناظريه الكوري الجنوبي والياباني طبعا على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي حلق في الأجواء اليابانية الوزراء أكدوا أن هذه الخطوة من بيانج يانج تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي وأيضا ركزت المباحثات على أهمية التعاون السنائي والثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة من أجل الرد على التهديدات الكورية الشمالية وضرورة التنسيق لتحقيق منطقة منزوعة السلاح النووي نتحدث عن شبه الجزيرة الكورية أيضا الولايات المتحدة كانت قامت تحديدا القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان قامت بمناورات سنائية مع البلدين كوريا الجنوبية واليابان في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي وكانت هذه المناورات أو تخللتها إطلاق ذخيرة حية تصيب الأهداف الافتراضية طبعا بشكل دقيق ومباشر من ناحية أخرى أعلن البنتاجون عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار تصرف مباشرة من مخزون وزارة الدفاع وذلك عبر تفويد رئاسي من الرئيس بايدن هو الثاني والعشرين أهمية هذه الدفعة أو الحزمة الجديدة أنها تتضمن أربعة راجمات هاي مارس وهي ستكون متاحة للتسلم أو لتسليمها لأوكرانيا في غضون أيام قليلة وفاء إجباعي ميشيل غندور وعبد الرحمن البرديسي شكرا لكم